موسيقى وصلنا لمحطتنا الثانية النهاردة في صباح النور الحقيقة والنهاردة محطتنا هتكون عام باكرة تسمع صوتي آيات نتأمل فيها ونأخذها كده يكون سبب بركة أو سبب تأمل وصلاة لهذا اليوم خليني الأول أرحب بضيف فقريتي النهاردة مع أنا أستاذ فارس فهمي خادم بكنيسة الشهد العظيم جاورد جيوس شارع عبو طاقية بشوبرا أهلا بحيك معنا أستاذ فارس مشرفنا أهلا بيك الحقيقة يمكن آيات رائعة جدا يوحن 3.16 وأول ما نقول للشاهد ده كتير هيكونوا عارفين الآيات خلينا نسمع الآيات مع بعض أو الآيات مع بعض نرجع لكم حالا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يمكن الآية دي مش محفوظة لكنها مطبوعة في إلوب كل المسيحيين إنها ببساطة بتلخص قصة الخلاص أو قصة الفداء أستاذ فارس أرجع معايك للآية الصغيرة بمفهوم للمحبة تقولنا إيه بداية عايزين نعرف المناسبة اللي السيد المسيح قال فيها الآية ديت لما السيد المسيح ابتدى كراصته في اليهودية وابتدت أخباره وتسمعه والمعجزات يتعرف أخبارها ابتدوا رؤساء اليهود كهنة وكتبة ونموسيين وفرسيين ابتدوا عايزين يتعرفوا على طبيعة الشخص دوت مين هو يسوع وطبيعة رسالته فواحد منهم اسمه نيكو ديموس ده اللي بيبتدي الصحي الثالث بتكلم عنه جاه للسيد المسيح والكتاب يقول إن جاله ليلا وليلا دي يمكن يتفهم منه إنه كان خايف من البقيين حدش يعرف أهو عمل ليهو كده لما جاي للسيد المسيح وبيكلمه السيد المسيح حط قدامه ركيزتين أساسيتين في الديانة المسيحية الركيزة الأولى اللي هي موضوع الآية اللي أنتم مخترينها الركيزة الثانية هي الولادة من الماء والروح فسادي المسيح قال لنكو ديموس أن الله أحب العالم كله بهذا يعني بهذا المقدار يعني بهذا المقدار أو بهذه الكيفية إيه الكيفية أو إيه المقدار إنه بزل ابنه للموت لكي لا يهلك بين بقى كل من يؤمن به إذن لما السيد المسيح يقول أحب الله العالم هنا بيهدم مفهوم عند اليهود اليهود كان عندهم مفهوم الحب إن الله بيحب الإنسان البار بس وبالتالي اليهودي اللي هو بار ويسلك حسب الوصايا شايف الناس تانيين مهماش إيه مفهومين مش جادرين بحب ربنا ولا جادرين بحب إيه الآخرين السيد المسيح جاء عشان يصحح هذا المفهوم الله بيحب البشر كلهم وبيدي الخير وبيدي العطايا للبشر كلهم اللي يعرفه واللي ما يعرفوه بما في يوم الوسانيين حضرتك في آية في أشعية 65 واحد أشعية 65 واحد ربنا بيقول شوف حضرتك أصغيت إلى الذين لم يسألوا أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجيت من الذين لم يطلبونني قلت ها أنزة ها أنزة لأمة لم تسمى باسمي إذن هنا ربنا بيكرر أنه إيه بيسمع حتى للي إيه للي ما بيندهوش طب تسمع له إزاي ده يا رب ده إيه دول لا سألوك ولا طلبوك ولا متسمين باسمك لكن أنا ببص لإحتياجهم وإيه وأعوازهم إذن ربنا بيتعامل مع البشرية كلهم على أنهم إيه على أنهم ملاب زي أب لو أب عنده تلت أولاد ولد فيهم ما بيسمعش الكلام هل بيأكل التلاتة التانيين وما بيأكلش لا بالعكس بيتعامل بحب فالسيد المسيح أراد أنه يحط هذا المفهوم في عقلية الرجل ده وبالتالي عقلية اليهود كلهم أن ربنا بيحب البشرية كلها للدرجة اللي خلته أنه يجي يتصلب ويموت عنه والركيزة التانية قاله الولادة من الماء والروح من يؤمن بأن ابن الله جه ومات عنه على الصليب إذن هيقبل الولادة من الماء والروح إذن هيتمتع بالحياة الأبدية اللي المسيح بيديها بعد كده أضاف رب المجد يسوع فكرة أو مفهوم جديد هو اقتران المحبة بالبذل تمام وهنا عايزين نفهم أكتر ونعرف هل دي حاجة أساسية وركيزة لا تتغير ولا ممكن المحبة تكون من غير بذل ولا لازم المحبة تكون بذلة يعني عايزين نعرف الاقتران للمحبة بالبذل ربنا قال لتلاميزه للا تألامه وصية جديدة أنا أعطيكم إيه هي يا رب الوصية تحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا طب إنت حبيتنا لحد فين يا رب أنا حبيتكم لحد الصليب يعني لحد ما بازلت نفسي أنا عايزكم تحب بعضكم بعض لحد هذه الدرجة يعني لو وصلتني محبتي ليك أو لأخويا أو لأي حد من البشر أن أموت آه ما يمنعش ما يمنعش هو ده اقتران الحب بالبذل تعريف بسيط خالص للحب الحب هو بذل تضحية فداء بذل تضحية فداء يعني نوع نقول إحنا بنحب بعض والرجالة والأزواج بيحبوا الزوجات والزوجات بيحب مش عارف هي وبعد أي مشكلة بسيطة نبص نلاقي بطيط يظهر بقى إيه الحب الحقيقي الكلام مش الفعل بقى لكن المحبة اللي ربنا بيطالبنا بيها إننا نحب إيه زي ما هو حبنا إزاي إن ده حبتنا يا رب أنا حبتكو حتى البذل ده الصديب آه تمام ده الصديب هنا بنتكلم كمان أيضا يمكن في الآيات قالك لا يهلك كل من يؤمن به وهنا بنتكلم على الخوف يعني المحبة كمان اللي هي بنخاف قوي على اللي بنحبه عشان ما يهلكش عشان ما يوصلش لي هذا الوضع أو هذا تمام تمام يعني سيه مثلا اه اتفضل اتفضل لا أنا عايز أعرف برضو هنا ربنا بيكمل فكرة البذل ومش بس بيقترن المحبة بالبذل لكن كمان بيتكلم على فكرة الخوف من خاف قوي على المحبين وعلى اللي بنحبه النهاردة في ناس بيتطاهدوا الكنيسة بيتطاهدوا ولاد ربنا وبيضمروا شر وبيحيقوا المؤامرات لكن ولاد ربنا الحقيقيين لما تيجي تسألهم في دخلهم انت بتتمنى ايه؟ انا بتتمنى ان هذا المنتهد اللي بيتطاهدني ده ربنا ايه؟ ربنا يصحح له مفاهيمه وبدل ما هو يموت في قراهيته وحقده ده لا ربنا يصحح له مفاهيمه وهذه المفاهيم تتصلح ويقامن بالمسيح ويتغير قلبه من جوه ويحب زي ما انا بحبه وبالتالي هينال الحياة الابدية وده اللي حصل في صور القدسين يعني احنا واحد مطهد زي اريانوس اريانوس ده يعني ورى الكنيسة وورى المسيحيين عذاب لا يوصف لكن في الاخر ربنا اراد انه ايه؟ انه يلمسه ويتغير هذا الانسان من اريانوس الى ايه؟ الى كديس شهيد واستشهد على اسم المسيح دلوقتي مين اللي كسب في موضوع اريانوس الكنيسة كسبت والناس اللي حواليه يكسبوه شهيد بيشفع دلوقتي للكنيسة وللمؤمنين وهو كسب حياته الابدية انا عجبني جدا من كم سنة كده كان في حالات يعني تصفية جسدية في بعض الكنيس واهالي الناس اللي ايه اللي حصل لهم كده قالوا احنا بنتمنى ان دول ايه؟ ان دول ربنا يتوبهم ويتصلح حالهم عشان ايه؟ عشان ينالوا الحياة الابدية اللي احنا موعدين بها ويمكن حياته برضو اشارت دلوقتي الجزء العملي انا عايز انتقل محاكلي كلمنا يمكن فيه اساسات المسيحية واساسات المعتقدات اللي ربنا كان عايز يرسخها في قلوبنا ورب المجد يسوع كان بيقول كلمات عشان يفهمنا الاساس والأسس لكن عايزين بقى نتكلم من ناحية العملية النهاردة ازاي ما اتكلم محد او نتكلم عن المحبة بشكل عملي نقول ازاي قدر احب حد وضح من اجل شخص بحبه؟ شوفوا اللي حضرتك يعني هو انا يعني احنا مش هنبقى ملايكة في لحظة ومش هنغفل الجانب البشري والنفس البشرية صحيح انا من جوا نفسي ايضا الجانب النفسي صحيح انا ببقى متألم يعني لما انت تبقى بتكرهني وبضغل علي وبتتمنى اهلاكي ده بيسبب لي قلم وبيأثر في لكن المسيح النهاردة بيقول لي ايه؟ اتمنى له الخير اتمنى له الخير شوف القديس بولس الرسول بيقول ايه؟ ان جاء عذوك فطعمه وان عاطشه فسقيه ازاي معلمنا بولس يقول لي ان انت لما هتعمل كده يمكن تكسبه ايه؟ يمكن تكسبه للمسيح في الحالة ديت هيبقى المسيح كسبه وانت كسبته كاخ ليك والكنيسة كسبته مفهوم الحب او المحبة الحقيقية وهو ده الحقيقة اللي عايزين برضه النهاردة نكون نفكر مع حضرتك فيه النهاردة او من خلال المحطة بتاعيتنا النهاردة تسمع صوتي ودائما نقول هو ده الثمرة هو ده الهدف بتاعنا نحنا نتأمل ونفكر في الفكرة بمنظور اعمق ونحنا نقدر فعلا ندركها بشكل افضل وهو الحب الحقيقي اللي ربنا عايز يعرفونا ويفاهمونا من خلال هذه الايات اللي يمكن كل يوم يتكلم معنا فيها نهاردة عايز اتكلم مع حضرتك مش فكرة على ازاي نضحيو ازاي لكن يمكن الحقيقة ذكرت وقلت ازاي الواحد فعلا يصفي نفسيته او نفسه من كل شر وكل عداوة وكل رد فعل ممكن يكون سلبي عايز اقول كده عايز اقول ان احنا نهاردة ممكن يكون مش بنكره ومش بنحب بس حد فعلا ادالنا مشاعر سلبية او او اظهر لنا شر او ما الى ذلك ازاي الواحد يصفي عقله وزهنه ونفسه انه هو يكون مرتاح وما يكونش بيرد هذه العداوة بعداوة ويكون نقي من الدخل لو انا بسيط لغاية من غايات المسيح ليه المسيح جيه من ضمن غاياته ان ايه في ليلة ألامه بيكلم الاب السماوي بيقول له ايها الاب السماوي هذه هي الغاية العظمى ان يعرفوك انت الاله الحقيقي يعني من غايات المسيح ومن اهدافه ان كل الناس يعرفوا مين هو الله ويعرفوا قد ايه الله حبهم وقد ايه الله حب البشر بدون استثناء اذا كان ربنا بيعملني انا وده 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 على اختلاف عرقياتنا وعلى اختلاف جنسياتنا وعلى اختلاف حتى ديانيتنا فمن باب اولى ان انا بص اشوف ربنا عمل ايه معايا وبيعمل ايه مع ده ربنا احتمل ده ربنا لحد اخر وقت كان منتظر ان يهوزة اللي انقره اللي سلمه وباعه كان منتظر انه ايه انه يجي منه رجع ربنا لما بطرس انقره طول باله عليه واخده بحنية ونظر له نظرة اعتاب اعتاب وكانت النتيجة انه بطرس اتغير ربنا عاوز يعمل معانا كلنا كده حتى اللي ما بيعرفوش حتى اللي ما بيعرفوش الساد المسيح في الموعزة على الجبال قال يمتر على الصالحين والطالحين يعني بيدي الخير للكل الابرار والاصرار يسرك شمس على الاسرار والابرار ويمتر على الصالحين والطالحين بمفهوم العالم بمفهوم العالم ادم كان الحق ان ادم ينبغي انه يموت يعني ربنا قاله لكن ربنا كان مجهز له خطة الخلاص لأنه عارف أن أدم هيعمل كده وبالتالي هنا المفهوم اختلف مش هو ده الحق يا رب لا ده الرحمة تفوقت على العدل بمفهوم العالم ومفهوم الحق أن الإبن الضال خلاص مدام عمل كده ميرجعش بيت أبوه لكن لما رجع أبوه عمل إيه استقبله وما قالوه وما كلموهش حاجة شوف حضرتك لما أخوه الإبن الكبير جه بيقول لأبوه أن أنت عملت مع ده كده بالرغم أنه عمل وسوى نلاحظ أن الأب في مثلا الإبن الضال ما دفعش عن الإبن الصغير أخذ بالحضرتك يعني ما دفعشي الأب ما دفعش عن الإبن الصغير ما قالوه مش عارف لا ده فيه إيه قالو بص يعني هو ما فهوش حاجة كويسة تخليني أنا إيه أنا أعمل كده لكن أنا بعمل كده ليه من دافع إبوتي وحنيتي ورحمتي هو ده المبدأ اللي المسيح عايز يرسيه على البشرية كلنا مبدأ العام اللي لازم كلنا نتعامل به وهنا نقف بقى برضو وقفة صغيرة كده لو النهاردة يليق نحن فعلا نقف 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 نقول إزاي نقدر نحب اللي حوالينا إزاي نقدر زي ما بقول كده ممكن نرسل طاقات إيجابية وحب اللي حوالينا لو أنا يعني فكرت إن أنا الإنسان اللي قدامي ده ممكن ربنا في لحظة يغيره لو إزا كان ربنا مطول باله علي برضو بالرغم لإن يعني الصديق إزا كان الكتاب يقول الصديق يسكن سبع مرات فربنا مطول باله حتى على الصديق مطول باله علينا كلنا فليه أنا ما يبقاش عندي هذا الروح يبقاش عندي النظرة دي إن في يوم من الأيام هذا الشخص يضغير دلوقتي ربنا علمنا في الصلاة الربانية إن نقول إيه اغفر لنا زنبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا طب يعني أنا بحط شرط قدام ربنا زي ما أنا بغفر أنت تغفر لي طب لو أنا ما بغفرش يبقى يبقى الأمر الطبيعي حسب منطقي أنا إن ربنا مش يغفر يبقى يبقى نفسي بالضبط كده فإذا كنت أنا عاوز ربنا يغفر لي أنا أغفر لي لمن أساءل مهما كان حجم الإساءة مهما كان حجم الإساءة أين كان أين كان يعني رب دينا فعلا من الطاقة ومن الحب زي ما نقول كده دايما نخد دائما علمونا دا أننا عشان نتملي أو عشان نقدر ندي اللي قدامنا لازم الأول نتملي ولازم نقعد قدام ربنا وناخد منه من حبه من حبه والكبير والواسع عشان نقدر نفيد على الآخرين قبل من الواحد يتملي صعب أو يدي فاقد الشيء لا يعطيه زي ما بالضبط شوف معلمنا بوليس الرسول في كورنسوس الأولى 13 بيعظم قيمة المحبة قد إيه شوف لما بيقول صح المحبة صح المحبة كورنسوس الأولى 13 إن كنت أتكلم بألسانة الناس والملائكة ولكن ليس ليه محبة فقد صرت نحاس وإن كانت لي نبوة أعلم جميع الأسرار كان ليه كل الإيمان أنقل الجبال وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسد حتى أحترق ليس لي محبة يبقى إذن هنا إيه معلمنا بوليس بيحط المحبة أعظم ده مش أساسه بس ده أعظم من كل الأعمال اللي قالها دي أعظم من إيه من إني أنا أعمل معجزات أعظم من إني أتصدق بكل أموالي أعظم من إني أتقشف وأزهد في الدنيا وإيه وحتى جسدي يحترق لأن أعظم ده اللي أعظم من كل ده المحبة لأن المحبة زي ما قال سليمان الحكيم مياه كثيرة لا تقدر أن تطفق المحبة يعني ما يبقى معناه المحبة دي نار بتنقي وبتقيه وبتحرق كل الشوائل فهنا معلمنا بوليس بيقول المحبة يا جماعة دي لما أنا أبقى قلبي محب هبقى أعظم من اللي نقل الجبال وأعظم من اللي أخرق شياطين وأعظم من اللي شافها الأمراض لا تسقط أبدا لا تسقط لأن المحبة لا تسقط أبدا بالضبط كده شكرا جدا أستاذ فارس فاهم يقولك نهارضا حياتك نهارضا عن المحبة والمحبة شيء عظيم جدا حتى وارت لنا ويجرينا بسرعة ومقدس عن كل الآيات ومدى قيمة المحبة في المسيحية أستاذ فارس فامي خادم مكينس الشهير العظيم جوهر جيوس شارع أبو طائية بشبرة بشكرك مرة تانية وجودك معنا وصباح النور وشهدينا خلص محطتنا عن صباح عن باكرة بتسمع صوتي لحقيقة محطة قادمة هتكون عن أجازة الصيف كيف نستفيد منها مش بس يكون وقت راحة لكن يكون وقت استفادة ويكون وقت فيه فعلا إفادة لأولادنا وأيضا للكبار أن يعشقوا أو يفر معهم فعلا يستنوا أجازة أولادهم عشان بيشوفوا فعلا ثمرة جيدة في هذا الوقت خلينا نشوف الفقرة القادمة والمحطة قادمة في صباح النور بعد الفاصل اشتركوا في القناة